خدوا بالكم انا بتكلم لسه بتكلم عن القصص القرآني وتحذيرات القصص القرآني علشان كده الايات طافحة بهذا المعنى طبعا طافحة دي معنى لغوي فصيح جدا 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 محدش دماغه يقول كلمة طافحة دي تتقال في البجاري والبلعات ولا لا خالص انتو اللي بتستخدموها غلط لان طفحة يعني زادة وفاض ولذلك بتقول انا لقد طفحة الكيل مني انا طفحة مني الكيل طفحة مني الكيل ايه طفحة مني الكيل دي يعني زاد قد المعنى طفحة النهر بالماء ما قد المعنى وده لفظ لغوي وكان بيستخدم في كل ادبيتنا وتراصنا اللغوي العتيد العظيم بفضل الله عز وجل بهذا المعنى زادة وفاضة المهم نرجع مرجوعنا لهذا المعنى الجميل الراقي انه الايات القرآنية بتتكلم كلها بامثلة متعددة عن ناس ما حفظوش على وطنهم حصل فيهم ايه الايات القرآنية بتتكلم عن ناس ما كانوش امناء على بلادهم حصل فيهم ايه اشتركوا في القناة